السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام بحضراتكم وحلقة جديدة نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولاه وذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فبها نسعد بإذن الله تعالى وسؤال من ضمن الأسئلة التي قد تجد المرأة الحامل حرجا في طرحه على الطبيب الخاص بيها أو الطبيبة الخاصة بيها هي الأسئلة المتعلقة بأسرار العلاقة الزوجية ما بين الزوجة الحامل وزوجها من ضمن هذه الأسئلة سؤال طرحته إحدى الأخوات يهو سبب الحرقان بعد العلاقة الزوجية أثناء الحامل عايزين نتفق اتفاق أن هذا الحرقان اللي ممكن تستشعره بعض السيدات أو الألم اللي ممكن تستشعره بعض السيدات أثناء العلاقة الزوجية أو بعد العلاقة الزوجية ممكن يكون لعدد من الأسباب بسبب خطأ بسيط ممكن نحله بحاجة بسيطة جدا ولكن هناك عدد من الأسباب هذه الأسباب ننتبه كويس جداً لها لأنها بتكون علامة من علامات الخطر اللي بتهدد الحامل وبتهدد الجنين الخاص بها طيب إيه هي الأسباب المحتملة أول حاجة هو جفاف المهبل وجفاف المهبل هنا ممكن يحدث لعدد من الأسباب في فترة الحامل بتحدث تغيرات هيرمونية التغيرات الهيرمونية دي بتؤثر على المهبل وبتسبب جفاف المهبل فجفاف المهبل لما يحدث الإلاج بالظبط كده لو انا جيت مسكت قطعة من ايدي جلد ناشف جدا وقعدت احك بصوابعي كده وبدون اي حاجة مرطبة وافضل اهرش فيها هرش جامد ايه هيحصل بعد شوية الجزء ده هيلتهب مستشعر الحرقان في نتيجة احتكاج جاف ده اللي ممكن يحدث نتيجة التغيرات الهرمونية في المهبل انه بيسبب الجفاف من ضمن الحاجات اللي بتسبب جفاف المهبل عند المرأة الحامل وغير الحامل عمتا هو الزوج ازاي الزوج المستعجل الزوج الذي لا يهتم بمشاعر الزوجته فبالتالي هو مش بيوصلها لمرحلة الاثارة بيستعجل الامر لنفسه فعدم وصول المرأة الى الحد بتاع الاثارة ده من ضمن الاسباب القوية التي تسبب جفاف المهبل وبالتالي تستشعر الحرقان يبقى لو مسكنا هالجزئية دي بتاع الجفاف المهبل الخاصة بالتغيرات الهرمونية او الخاصة بعدم اثارة الزوجة فممكن نحل المشكلة بالتودد من الزوج دي رقم واحد واستعمال بعض المزلقات التي ترطب المهبل وبتكون امنة في فترة الحمل ما نستعملش اي حاجة عشوائية هناك في الصيدليات مزلقات امنة على المرأة امنة على مهبلها امنة على الحمل ذات نفسه يتم استخدام هذه المزلقات للترطيب وبالنسبة ليه الزوج يتم التروي في العلاقة وعدم استعجال الامر لحسابه ولمتعته الشخصيات فقط من ضمن بقى الحاجات اللي ممكن تسببلك شعور بالألم او بالحرقات واللي ممكن تهدد حملك وتهدد جنينك لو تركناها هكذا هي عدوى الخماير او الالتهابات المهبلية او الالتهابات البكتيرية اللي ممكن تكون متوجدة في المهبل هذا الامر اذا حدث معه الجماع حدث الالاج والاحتكاك سيتسبب هذا الامر في شعورك بالألم وهذا الامر اللي هو الالتهابات البكتيرية في المهبل لو تركناها بدون علاج ممكن تتحول هذه الالتهابات البكتيرية الى ان تصل الى الجنين ممكن تحدث الثقب في كيس الحمل ممكن تصل الى الجنين تسبب له العدوى تعمل لي مشاكل صحية في الجنين تعمل لي تصرب للسائل الأمنيوسي في حاجات كتيرة جدا لو تركناها وتكون العلامة بتاعتها هو الألم أثناء العلاقة الزوجية في فترة الحمل حاجة تانية ممكن تسبب لك ألم وتكون برضو علامة خطيرة إيه هي؟ أن يكون هناك التهاب في المسالك البولية التهاب في المسالك البولية أو التهاب في المسانب ومع ضغط الحمل بيحصل شعور بضغط على هذه المنطقة ألم في الحوض لما بتحصل العلاقة بتستشعر الألم تفتكر إن الألم جاي من هذه المنطقة اللي هي المهبل وهو في الحقيقة جاي من فكرة الضغط على المسانب والألم جاي من المسانب بيديك نفس الإحساس نفس إحساس الحرقان وبتكون التهابات مسالك البولية والتهابات المسالك البولية شأنها زي شأن التهابات المهبل ممكن لو تركناها بدون علاج تعمل لي مشاكل لحضرتك الأول وتعمل لي مشاكل ليه الجنين برضو توصل البكتيريا ليه الجنين توصل البكتيريا لكيس الحمل ممكن تعمل لي سقب في كيس الحمل ممكن تعمل لي تسارب لسهل الأمنيوسي جزئيتين دول ناخد بالنا كويس جدا منهم حاجة كمان لازم تاخدي بالك منها كويس جدا لو حضرتك بعد العلاقة الحميمية ما بين حضرتك وما بين الزوج استشعرت بعدها بمش بس ألم وحرقان لا استشعرت بانقباضات قوية شديدة وألم شديد ودوخ ودوار وبعض نقاط الدم بتنزل هنا لازم أخد بالي إنه لازم يحصل استوب للعلاقة لازم أروح أتطمن على المشيمة ما يبقاش حصل فيها انفصال جزئي أو أي مشاكل أخرى حصلت لي المشيمة هذا الأمر ممكن يكون انذار بالإجهاض لقدر الله لو شعرنا بهذه الألام يجب علينا التوقف واستشارة الطبيب والفحص بالصنار للتأكد من سلامة الجنين وسلامة المشيمة موضوع ده مهم جدا ونصيحة غزائية في فترة الحملة هتفرق معاكم كويس جدا هو تناول الحامل لي الزبادي أو الياجورد لأن الزبادي أو الياجورد بيحتوي على روبايوتيكس بكتيريا نفعة بتعمل توازن في الجسم بواجه عام توازن في المهبل ما بين البكتيريا الضرة اللي ممكن تيجي وتأذي المهبل وتؤدي إلى التهبات بكتيرية وما بين البكتيريا النفعة لربنا خلاها موجودة أيضا في المهبل فالبروبايوتيكس حاجة بتزود البكتيريا النفعة فبيحصل توازن بحيث ما تضغوش البكتيريا الضرة على حساب البكتيريا النفعة فيحصل الالتهبات البكتيرية فلذلك اهتموا بتناول الزبادي لأن الإزابادي بيحتوي على البروبيوتكس اللي هي إيه؟ البكتيريا النفعة دلوقتي خلينا أقولكم على حاجة مهمة جدا داخل قناة رشتة هتلاقوا في مكتبة كبيرة جدا من الفيديوهات والمقاطع المرئية اللي تكلمنا فيها عن صحة الحامل وصحة الجنين وتكلمنا كمان عن الأمهات الجدد وعن الأم المرضعة وعن الأطفال حديث الولادة وتكلمنا كمان عن الأطفال الرضع ومشاكلهم والحاجات اللي ممكن تواجه الأم الجديدة مع طفلها الرضيع ساعات كتير جدا بيبقى عندكم تساؤل أو بعض التساؤلات والاستفسارات ممكن يكون جاوبنا عليها قبل كده في فيديو سابق أو أكثر من فيديو دلوقتي الحاجة المهمة اللي أنا عايز أقولها لكم إزاي أعرف أن التساؤل بتاعي ده موجود إجابته داخل إحدى فيديوهات قناة الرشتة خلينا أريكم إزاي نبحث عن معلومة ونلاقي إجابتها جوه قناة الرشتة وحضرتك بتستعمل تطبيق اليوتيوب فبمجرد ما نفتح التطبيق في فوق كده حاجة اسمها عدسة البحس بندوس على العدسة هتلاقي كلمة البحس في يوتيوب هنكتب كلمة الرشتة أول حاجة وبعد كده الحاجة اللي بتخطر على بنا وليكن مثلا الحمل في الشهر الخامس مثلا ونعمل بحس هنلاقي الفيديوهات اللي اتكلمنا فيها عن شهر الخامس وعن موضوع متعلقة بشهر الخامس أيضا ويمكن كمان تلاقوا موضوعات أخرى مشابهة حول الشهر الخامس وما قبله وما بعد لو حضرتك بتستعمل جهاز كمبيوتر وبتستعمل المتصفح الجوجل فبمجرد ما نكتب برضو قناة الرشتة في محرك البحس وهنكتب بعديها الحاجة اللي احنا عايزينا زي مثلا تسمم الحمل هندوس على البحس وبعد كده هنختار مش الكل هنختار الفيديو وهيزهر لنا الفيديوهات اللي اتكلمنا فيها عن تسمم الحمل ويمكن كمان حضرتك تدخل موقع اليوتيوب عن طريق ديسكتوب أو عن طريق جهاز الكمبيوتر وتكتب قناة الرشتة في محرك البحس اللي جوه موقع اليوتيوب وهنختار القناة نفسها وجوه القناة هنلاقي هنا حاجة اسمها بحس جوه قناة الرشتة هنكتب مثلا كلف الحمل جوه القناة وهنعمل بحس هنلاقي ان جوه القناة ظهرت لنا الموضوعات اللي بتتكلم عن كلف الحمل والموضوعات الأخرى اكون سعيد جدا وممنون لو شرفتونا بالاشتراك في القناة وكمان القو نظرة على الفيديو السابق